السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في قناة أخبار اليوم أتمنى قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو لو أنت مشترك في القناة تضغط لايك لو أنت مش مشترك ومهتم بالأخبار اليومية ياريت تضغط اشتراك زي ما بيانوا صوت حضراتكم واتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد يوميا يلا نبدأ في موضوع الفيديو البرلمان يوافق على صرف العلوات الخامس لأصحاب المعاشات وفقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة جبالي المراغي بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلوات الخامس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن ويتم بموجب مشروع قانون تعديل بعض أحكم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمنات الاجتماعية والمعاشات وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرع بشأنهم العلوات الخاصة اعتبارا من هذا التاريخ وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علوات لم تضم إلى أجره الأساسي وضم العلوات الخامسة الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2006 يبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين صاحب معاش ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريا يستعدى في المشروع حل إشكالية ضم العلوات الخامسة لأصحاب المعاشات خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلوات وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفق القانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1-7-2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلوات الخاصة اعتبارا من 1-7-2006 وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 ويتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها يراعب في شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول بكل فحيم وتستحق الزيادة دون التقييد بالحدود القصوى للمعيش أتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم للأخبار الجديدة يوميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته